السلام عليكم ورحبا بكم مرة اخرى في مطبخي وعلى قناة اذا نتمنى لكم تكونوا كامل بخير وصفتنا لنهار اليوم راح تكون قلوب الكراميل حلوة بريستيج هايلا وبنينا بزاف بزاف اذا كنتوا المرة تزوروا القناة نتمنى لكم تشتركوا بالقناة وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يصلكم اشارات الفيديوهات لنزلها في وقتها ما نطولش عليكم ونروح مباشرة الى مقادر العجينة اذا راح نبدأ بالمقادر اذا هي عجينة سابلة بالشوكولاتة اذا وش نحتاج فيها راح نحتاج الى فارينا فارينا طبعا دايما نستخدمه فارينا تكون ذات نوعية جيدة باش لقاتوا تعني يكون مليح وعندنا زبدة بدرجة حرارة الغرفة عندنا اثنين صفار وبيضة كاملة عندي هنا نصف كاس من بودرة الشوكولات بودرة الشوكولات هي البودرة بتاع الشوكولات اللي نشربو بها الحليب يعني عددنا عدة ماركات انتو ما خدموا يا بتويسكو يا بالنيسكويك ومن افضل لما يعني تشريوهم لازم تتأكدوا باللي راهي شوكولات لانه فيهم عدة اذواق كاين كاراميل كاين فارولة ما كنتو ما تشريو ولا تخدموا بالشوكولات يعني بذوق الشوكولات اذا عندنا نصف كاس من البودرة الشوكولات عندي اثنين ملاعق اكل من الكاكاو وكاس الا شوية تاع اصبع الكاس تاعنا له نارا هو يز ميتين وخمسين ميلي لتر اذا كما قلت لكم هنا زبدة نحتاج الى ميتين وخمسين قرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ كما قلت لكم مش محتم يعني قياس يعني بالضبط بالضبط خاصة تنفليسها بلاي مهم حنديروها بالعين تقريبا ميتين وخمسين قرام ثم راح نحط اثنين ملاعق اكل تاعي تال كاكاو والكاس الا اصبع من السكر الناعم ونحط نصف كاس تاعي تاع النيسكويك ولا بودرة الشوكولات عندي اثنين صفار وبيضة ولهنا الحاجة الوحيدة اللي انسيتها اللي هي ملعقة اكل ميناء ننشا وراح انشعل على العجينة تاعي نخليها حتى توليلي كريمة جد مهم انها تولي كريمة ثم نشعلوليها البيترا بالنسبة الاشخاص يقدروا يخدموا بالباتر ولا يقدروا يخدموا بيديهم اذا كانوا يديكم شوية سخونين فالزبدة لازم تخدموا بها باردة اذا بعد ما نتأكد انه طلعت مليح وتحصلنا على كريمة يعني تحصلوا لها كريمة راح نبدأ باضافة الفارينا غير بشوية نكونوا حذيرين باش ما نديروها شيبسة بزاف لانه فيها الشوكولات يعني راح تجملها شوية اخذتلي تقريبا 400 جرام من الفارينا وعندي الهنا العجينة يعني نأكدر لكم بلي لازم تكون طرية وهنا عندي هات لي مولتع لكي اغرام متوفرين انا نعطيكم يعني الموديل كي ما بغيتوه وانتو ما يلكن عندكم دوتخ يعني مثلا دائري ولا أوفال ولا انتو ما عندكم حرية الاختيار بعد ما نعمر لي مولتعي نحاول نعمرهم كامل نشعل الفرن تاعي لدرجة 160 وندخلهم يطيبوا لمدة 20 الى 25 دقيقة نخليبهم يبردوا على جنب في هذا الوقت احنا نحضروا مع بعضانا القلوب بتاع الكرامل اذا بالنسبة لقلوب الكرامل الهنا وش راح ندير راح ندير 250 جرام ميناء السكر راح نديروا الكرامل اللي يسبقنا وخدمنا به لنعاود نأكدلكم انو نجح مئة بالمئة فقط كين حويج لازم نتبعهم في سناعة الكرامل سينو ما ينجح لكمش انو كثير من الناس يعني يغلطوا فيها راح نحطهم على النار بلا ما نحركها بلا ما نحرك هذا السكر حتى يذوب تماما على نار الليلة حتى يذوب تماما بعد ما يذوب نقدر ننتوشيه كينجيسوه ما نجيسوش بحاجة فيها حديد ولا حاجة فيها الزبدة راح نحتاج الى بودرة الشانطية نحتاج الى زبدة ونحتاج الى كذلك كريمة سائلة ميتين وخمسين جرام تعناتها السكر راح نضيف عليها الكريمة السائلة راح نضيف تقريبا اربع ملاعق من الكريمة السائلة باش هي تنقص هذيك الحد تعل حلاواتها السكر تعنا وتخليه هنا سائل بعد ما نضيف زبء الكريمة راح نضيف الزبدة هذ الكريمة الكرامل طبعا لا بغيتوا تختموها بكمية كبيرة ما لازمش تدوب ليو لا يلي كونتيتي ولا لانو قادر تخسر لكم دي ما ديروا لا كونتيتي اللي حطت لكم حتى وتفزد لكم مرة ما تفزد لكم وش 2 و 3 بس ما متكونش الخسارة تاكم كبيرة بعد ما نضيف هذيك الكريمة السائلة راح نضيف القطعة الزبدة اللي هي هنا 100 جرام اذا 250 جرام من السكر حطوها الضوب على النار بعد ما نضيف منجسوهاش تماما بعد ما الضوب نحط عليها 4 ملايق أكل من الكريمة السائلة نحط عليها 100 جرام من الزبدة طارية تكون قطعة قطعة صغيرة ونحاول ندخلها فيها بالعقل بعدها راح نوجد 50 جرام من بودرة الشانتيي اذا هاي اللي كبير ما دخلت الزبدة راح نضيف الخمسين جرام من بودرة الشانتيي ونخليها على جنب علاش هنا تدور تعلها بودرة الشانتيي هو يخلينا يعني بدلنا اللون تعل الكريمة الكرامل تعلها وكذلك يخليها نتشد لما نحطوها تجمد في المجمد سما هنا تلعب دور كبير في مكان الجليوكاز لانه نقدر نحطو يعني نستغنال تماما على بودرة الشانتيية ونعرضوها بالجليوكاز ولكن بلا شانتي تخرج لنا اقتصادية اكثر وسهلت الاستعمال وكذلك طول مدة الحفظ فتاحها اذا انا راح ندخل كامل هذيك البودرة اذا نشوفوا كل وين انا ندخل فيها هي اللون تعل كرامل تعلنا يتبدل اذا انا نكمل ندخل هذي الكريمة مليح مع بعضها ورح نحطها في ايناء بلاستيك ونخليها حتى الوقت الاستعمال اذا عندي هنا هذي مول رامي تباعه متوفرين في الاسواق الشكل مدام انا درت لاباس تاعي كار راح ندير حتى اللي يجي من الفوق راح يجي كار نجيب نفس الكرامل اللي كنت حطيته وخدمته معاكم من قبل هنا بعد ما يبرد لاحظوه باللي راو يجي شوية يعني شد روحو كثر من المرة الاولى ولكن لما نحطه في سلجة راح يجمد اللي راح يخليه يجمد هو الهديك لاشنطية ولكن ما تخافوش لما نعاود ونحطوه على القاتو ونقلاسيوها راه يعاود يرجع بنفس هذي الطارة واللي راكم تشوفوا فيها الان انا نعمر كامل هاد المول ونحطوه في المجمد ما يطول ليش بزاف راح يبقى 20 دقيقة يكونوا جمدو هذوك ليكار نحطوهم يجمدو ونعاودو نوليو اذا اللي هنا بعد ما جمدو هذوك ليكار اذا لما تخرجوهم راكم تحسوهم كأنهم ولو يعني زجاج يعني ولو دقو القزاز راح ننحيهم ولكن اللي هنا في هاد المرحلة لازم نكون لقاتو تاعنا يعني لاباز تكون سايخ دمناها وبردت معانا ليكار اوما كيسا راح تنجا وخفف بزاف خلاص حتى الاشخاص اللي تحب تديرهم كالديسابلي وحدهم بلاشي ما تخدم هذاك الكارامل راهم هايليم بزاف وخفيفة لدرجة ما تصوروهاش يذن اللي هنا هامليك ليكار سما بعد ما يكونوا ليكار تانواجدين يعني لاباز اللي نبدأ نخدم لو كارامل ورح نخدم كي ما نقولو بكمية قليلة لأنو لو كان نخلي هذوك ليكار وفي درجة حرارة الغرفة ولا المطبخ راح يعاودو يذوبو نخدموه بالخمس حبات ولا نسقدو نجمدوهم ونبدأ ونخدموه إذن أنا اللي هنا نحط هذوك الحبات ما تخافوش هم يلسقو وحدهم ما نحتاجوش الواش باش اللسقو بيهم ونكونو موجدين ديجا الطيلة تاعنا ولا الشوكولات اللي راح نقلاسيو بيها نذوبوها على حمام مائي ولا في ميكرو مون نزيدوها عميل عقاء أو 2 مينة الزيت باقي جيكم لغاتو منظر تاعهم مليح تخدموه بالشوكولات بالحليب شوكولات دداء بالحليب باش يجينا لغاتو تاعنا يعني مليح لانه جربتهم صراحة بالشوكولات السوداء والشوكولات بالحليب فما عجبتني عجبني بالشوكولات بالحليب أحسن وأحسن راح أتشوفوه كذلك في الأخرة الفيديو ومن بعد يوجدوا ما نوجد اليكار ونخليهم يجمدوا لما نحب نخرج لك ونذوبوا الشوكولاتنا يعني نعطيكم الترتيب فقط باش ما تخلطش عليكم نوجدوا الشوكولاتنا اللي نكونوا ذوبناها على حمام مائي ولا في باماري ونبدأو نغلفو نذولها دايما الزبدة ونغلفو لوقاتو تعنا بهذا الطريقة ونقبل خمس خمس حبات حتى نكمل نقلاسي لوقاتو كامل طريقة الزين تعود ليكم انتم معنا فقط اكتفيت بيت الزين خفيف خلاص يعني كيما بعثتولي الصورة في الرابط المجموعة فقط اكتفيت بخطط يعني نديروهم بالفرشة طولة نديرو فيون بوشجر تابل ولا نديرو خطط نكمل نزيل الحبات تعين نحيلهم الزوائد ونحطهم في الكيسات ونطلقى مع بعضنا في زحل التقليم اذا كانوا هذو هما القلوب بتاعنا لنهار اليوم مصفى ريعة وهيلة بزاف نتمنى انها تكون نالت اعجابكم نخلي لكم الرابط والقناة تعنا والوصفات وكذلك كل مجموعة على الفيسبوك ونخليكم ولكم الى اللقاء في وصفة قادمة سلام